أعلن البابا بن ديكتوس السادس عشر استقالته من منصبه على رأس الكنيسة الكاثوليكية في خطاب نلقاه باللاتينية خلال مجمع الكرادلة في الفاتيكان البابا البالغ من العمر 85 عاماً أعلن أن قرار استقالته جاء بعد أن توصل إلى قناعة مفادها أنه لم يعد قادراً على القيام بمهامه على أكمل وجه على رأس الكنيسة الكاثوليكية بسبب تقدمه في السنة المحلل المختص في شؤون الفاتيكان جون تيفيس صرح قائلاً أعتقد أنه غادر الكنيسة تاركاً وراءه الكثير من الأسئلة منذ قرون عديدة لم تشهد الكنيسة موقفاً مماثلاً سيتم تعيين بابا جديد لكن سيبقى في أذهان الأشخاص أن البابا بن ديكتوس السادس عشر على قيد الحياة ما يؤهله للمواصلة البابا بن ديكتوس السادس عشر يعد أول بابا ألماني منذ القرن الحادي عشر جاء إلى عرش القديس بطرس في عام 2005 الاستقالات من الكرسي البابوي كانت موجودة عبر التاريخ لكن هذه الاستقالة تعتبر الأولى من نوعها في العصر الحديث الفاتيكان أعلن أنه سينتخب حبراً أعظم الشهر المقبل حيث سيتم انتخابه قبل عيد الفصح المصادف للحادي والثلاثين من شهر أذار مارس ترجمة نانسي قنقر